طيب هنروح للكرة الطائرة رجال الدولة وقف. هنالعب الكاس. هنالعب دور 32. اللي هو رجال كرة الطائرة. أول مباراة 32 مع جزيرة الورد في المنصورة. وده هيبقى في دور الستاشر. طيب دور الانتين وأسف. بعد ما نكسل. إذا كسبنا إن شاء الله بإذن الله جزيرة الورد هنلاعب اللي هيكسب من ماتش طنطة والإعلاميين في دور الستاشر. يعني اللي هيكسب من طنطة والإعلاميين وغالبا هيبقى الإعلاميين لأن الإعلاميين يعني أفضل شوية في رئتنا بدأت تستعيد المصابين واحدة واحدة يمكن تطميننا على عبد الرحمن السعودي بدأ يبقى أحسن رجوع معاوة تمام خلاص سليم 100% محمد عادل سليم 100% ورجع بس عندنا لسه عبد الرحمن عبه عبد الحليم عبه عنده رشح في الرجبة يمكن دي إصابة متكررة من عبد الحليم ولكن الجهاز الطبي بيعمل على إعادته للملعب في أكثر وقت طيب بنفكر حضراتكم أنه طبعا إحنا تأهلنا من المجموعة الأولى برصيد 30 نقطة بنتيجة يعني علامة كاملة زي ما بيقولوا ونتيجة واحدة 3-0 مع كل منفسنا فطبعا ده بيدل على قوتنا الدوري هنلاعب مين فيه عندنا في الدور اللي بعد كده هنلاعب 3 فرق رايح جاي طلق الجيش مصر بترول وهنلاعب كمان بتروجيت هنلاعب 3 فرق دور رايح جاي ملعبهم وعلى ملعبنا وطبعا الدوري لسه متعلنش عن يعني الدور اللي جاي في الدوري ما تمش الإعلان عن مطشاطه موعده ما تمش الإعلان عنه يعني أنا كل يوم احنا الحقيقة وفريل العداد بنشوف المباراة تنزلت ولا الحقيقة لسه لسه متقلش امتى وفين ولكن عرفنا المتأهل مين نتمنى التوفيق طبعا لكامتا محمد مصر حميدو وكل اللعبين